اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ثلاثاء بالمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والنقل قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل في كافة المشروعات الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين وبخاصة في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان أضاف السفير علاء يوسف في بيان الله أن الرئيس أشار إلى أهمية تلك القطاعات وتأثيرها المباشرة على حياة المواطنين وأكد على ضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين بما يساهم في تيسير حياتهم اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية فضلا عن العمل على تطوير هذه المرافق الحيوية وصيانتها بشكل دوري لتتمكن من تقديم خدمات مميزة للمواطنين